أخبار الأهلي النهاردة وعودة التدريبات ايه؟ تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها النهاردة طيب عندنا تمرينتين مهمين جدا تمريني النهاردة وتمريني الرئيسية بكرة ان شاء الله النهاردة يهمني جدا أتعرف على أو أتطمن على سكوات الأهلي يعني زي ما كنت بقول لكم طبعا مستر كولر يعني طلب أو تسلم بالفعل تقرير من الجهاز الطبي للنادي الأهلي من دكتور أحمد جبالة طلب فيه تقرير عن حالة المصابين اللي ما بيشاركوش مع الأهلي بقالهم فترة طويلة عندنا إصابات طويلة وأسماء غابت لفترات طويلة زي محمود متولي زي عمر السلية زي أكرم توفي زي كريم فؤاد اللي يمكن نرجع من الإصابة وبعدين أصيب مرة تانية وعندنا إصابات بسيطة يعني إصابة عبد المنعم اللي كانت مع منتخب مصر إصابة بسيطة كدمة في القدم عندنا بعض الإصابات أيضا تعتبر بسيطة برضو محمد مجدي أفشا بعد مطش التنزانيا مع سينبا فيه كدمة بسيطة إن شاء الله فبالتالي مهم جدا تطمن على حاتل سكوات ومين ممكن يكون جاهز لمطش الثلاث لكن الأكيد أنه علي معلول الغاب بس مش نتيجة إصابة نتيجة إجهاده وأعتقد أنه جهاز الفني فضل أنه يريحه وخصوصا مع وجود كريم الدبيس اللي بيحظى بثقة مارس الكولر لكن أنا بشوف أنه علي ممكن يكون جاهز بشكل كبير وفرص مشاركته في مباراة الثلاث كبيرة جدا كمان عبد المنعم عبد المنعم وإمام لتنين طبيا يعني معلوماتنا بتقول أنه هم جاهزين لكن فنيا هل يعني وصلين لفورما تسمح ليهم المشاركة في المباراة ولا لا ده اللي هنعرفه فيه حلقة النهاردة وهيكون فيه اختبار طبي أعتقد قبل بداية الميران وهنتطمن عليهم